بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده ونصلي ونسلم على صفوة خلق نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابة الأكرمين ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين وبعد أسماء الرحمة رحلة مع الله تبارك وتعالى إذا عصمك من الذنب من أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء رحمته كيف لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعصمك من الذنب اللهم عصمنا من الذنوب يا رب العالمين إذن لعاملك رب عز وجل بأسماء الرحمة ومن أسماء رحمته عز وجل الرحمن الرحمن وبعض معني الرحمن أي أن الله سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة التي واسعت كل شيء وعمت كل حي رحمته التي غلبت غضبه اقرأ سورة الرحمن لتنظر كيف رحم الله سبحانه وتعالى من حولك بل كيف رحمك أنت كيف رحم سبحانه وتعالى الناس في الدنيا وكيف يرحم المؤمنين في الآخرة اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين تأمل بقلبك تأمل لو أنك نظرت كيف أن الله علمك القرآن كيف أن الله سبحانه وتعالى خلقك أيها الإنسان كيف أن الله سبحانه وتعالى رحمك بالشمس والقمر رحمك رب سبحانه وتعالى بالنجم والشجر رحمك الله عز وجل بالسماء التي رفعها فوقك وبالأرض التي وضعها تحتك رحمك الله سبحانه وتعالى بالنخل والرمان والحب والعصف والريحان تأمل هذا كله وأنت تقرأ سورة الرحمن اقرأ وتذبر رحمات الرحمن اقرأ وتذبر اسم الله الرحمن في هذه الآيات يقول سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبز العصف والريحان فبأي ألاء ربكما تكذبان ما أعظم رحمات الله سبحانه وتعالى علينا نجد رحمته سبحانه وتعالى في كل شيء حولنا احسب بعقلك كم رحمات الله عز وجل احسب كل رحمة لله عز وجل في هذا الكون كل رحمة لا تترك منها شيئا حتى رحمة الوحش ذاك الحيوان المتوحش المفترس الذي يأتيه ولده فيحك رجله فيرضعه من لبانه ومن حنانه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله عز وجل تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة بل في رواية في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله عز وجل من الرحمة لم ييأس من الجنة تفكر في من حولك هذا ربنا الرحمن كم رحمنا ودفع عنا السوء يحدثني أحد معلم القرآن يقول تزوجت وأنجبت زوجتي بنتا أحببتها وهي في عمر السنتين ثم جئتها فإذا بها على فراشها يابسة قلبتها فوجدت حية صغيرة قد لضغتها قد لضغتها حتى يبست ما عرفت ما أفعل إلى من أتجي أنا في قرية نائية بعيدة عن الأطباء صليت ركعتين سجدت ودعوت الرحمن فلما قضيت صلاتي شاء الله سبحانه وتعالى أن تدخل نحلة من النافذة فتأتي إلى بنتي ثم تقرصها في جبهتها قلت في نفسي وأنا ينقصني قرص هذه النحلة لما أصبحت ذهبت إلى الطبيب قال لي لا تخف شيئا مدام قد قرصتها النحلة فلن يضرها بإذن الله عز وجل سم الحية لا إله إلا الله الرحمن هذا ربنا الرحمن تأمل في القرآن الكريم تأمل دقائق رحمته عز وجل وأنت تقرأ في سورة يسين أأتخذ من دونه آلهة إي يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكذون لماذا قال الرحمن وذكر الضر لماذا قال الرحمن وذكر الضر ذلك لأن ربي سبحانه وتعالى إذا فعلت الذنب أصابك بالضر حتى لا تعود إلى الذنب مرة أخرى حتى تكتسب الذاكرة الإيمانية القوية التي تربط بين العقوبة الربانية وبين الذنب فلا يسهل عليك أن تأتيه مرة أخرى ولا يستزلك الشيطان في الغد كما استزلك بالأمس إنه الرحمن فكيف نتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الرحمن كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الرحمن يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت إذا أردنا أن يرحمنا الرحمن سبحانه وتعالى لنحرس على صلة الرحيم نصل ما بيننا وبين الرحمن عز وجل دعونا نتفكر في رحمة الله عز وجل بالكون من حولنا كم هي رحمة عظيمة متى تستحضر اسم الله الرحمن لنستحضر هذا الاسم العظيم ونحن في كل ركعة نقرأ الفتحة ونقرأ قول الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم لا إله إلا الله ما أعظم هذا الاسم كيف لو عملك الله عز وجل باسمه الرحيم الرحيم وبعض معاني كيف لو عملك الله سبحانه وتعالى باسمه الرحيم إذن يقيك عز وجل السيئات قال تعالى ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت يقيك رب سبحانه وتعالى السيئة يعزم الواحد منا على فعل السيئة فمن رحمة الله عز وجل أن تأتيه رسالة تحذره من الوقوع فيها أو يرى رؤيا في منامي أو يصل خلف إمام فيقرأ آية فتكون له عظى وعبرة أو يسمع نصيحة عابرة أو لعله يذهب إلى محل هذه المعصية ثم يجد هناك من يرده ويمنعه لأن الله سبحانه وتعالى رحمه وأراد أن يعصمه سبحانه وتعالى من الوقوع في الذنب اللهم عصمنا من الوقوع في الذنوب يا رب العالمين تفكر في أحوال خلق الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء والشرر يتطاير من عينيه فلما قرأ أول صورة طاها في صحيفة أخته وإذا به يسجد في محراب الإيمان سجدة لم يرفع منها حتى مات ولم يرفع هو منها رأسه حتى مات ربي عز وجل رحمته وسعت كل شيء تأمل بقلبك إلى أي مدى يرحمك الله تبارك وتعالى أنت من ترحم أكثر ولدك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولده فجعل يضمه إلي فقال صلى الله عليه وسلم أترحمه قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين أي رحمة في هذه الدنيا هي أعظم رحمة رحمة الأم أليس كذلك كيف لو كانت رحمة هذه الأم بولدها الرضيع كيف لو جعلناها فقدتها كيف ستكون رحمتها به كيف لو جعلناها فقدته في الحرب كم ستكون شفقة هذه الأم ورحمة هذه الأم بهذا الوليد أخذت تبحث عنه هاهنا وهاهنا فوجدته ما كان منها إلا أن ضمته إلى صدرها وألقمته حنانها وأرضعته ثذيها ونبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم ينظرون قال نبينا صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار كلنا لا والله ويتقدر على أن لا تطرحه فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها فكم هي رحمة الأمهات الذباب هذا الكائن الذي العقل له لكن كم رحمته بأولاده أولاده لا يأكلون ميتا فذيذهب ويصيد لهم الدود ثم يسمه بصم يشل حركته حتى إذا خرج أولاده أكلوا من هذا الطعام الطازج سبحان الله أرحم منه الأرنب تنتف شعر بطنها لكي تغطي أولادها وتدفئهم وأرحم من الأرنب مخلوق ينتف كل شعره ليلف بويضه ليلف بيوضه ليجعله كالأثواب التي تقيه من الحر والبرد ثم بعد ذلك هو يموت لا إله إلا الله ما أعظم هذه الرحمة لهذه المخلوقات بأولادها وستجد يوم القيامة أعظم من ذلك وأكرم فكيف تعبد الله سبحانه وتعالى باسمه الرحيم كيف نتعبد لله عز وجل باسمه الرحيم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم لا يضع الله تبارك وتعالى رحمته إلا على رحيم قالوا يا رسول الله كلنا يرحم قال ليست برحمة أحدكم صاحبة ولكنها رحمة الناس عامة أن نبحث كيف نجعل رحمتنا تعم الناس نبحث عن يتيم فنرحمه نبحث عن محتاج فنرحمه نبحث عن مظلوم فنرحمه ليرحمنا الله تبارك وتعالى تأمل في نفسك كم رحمنا الله عز وجل لنتذكر عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى في أنفسنا يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى وعصم به قلبي من الشيطان أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي أطعمتني وسكيتني من غير كسب يد ولا دكان وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان والله لو علموا قبيح سريرتي لأب السلام علي من يلقاني لكن سطرت معايبي ومثالبي وحلمت عن ثقتي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها أركاني لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجا أركاني ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولا أشكرنك سائر الأحياني متى نستحضر اسم الله الرحيم ربنا سبحانه وتعالى رحمنا برحمة عظيمة لنستحضر هذا الاسم اسم الله تبارك وتعالى الرحيم ونحن في صلاتنا نجلس بين السجدتين ونقول رب غفر لي وارحمني لنستحضر هذا عند السلام ونحن نسلم على من على يميننا ومن على يسارنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا لو عاملك الله تبارك وتعالى باسمه الرحيم فكيف لو عاملك الله عز وجل باسمه الرؤوف كيف لو عاملك رب سبحانه وتعالى باسمه الرؤوف الرؤوف وبعض معني الرحيم قد يكسو أحيانا فيصيبك ببعض ما تكره من ضر ليسجرك ومن يكو حازما فليكسو أحيانا على من يرحمه أما الرؤوف فهو الذي لا يصيبك بما تكره أبدا بل ما يزال رب سبحانه وتعالى يرقيك في درجات الخير لأنه رؤوف بك يدلك سبحانه وتعالى على ما ينفعك هو الذي ينزل على عبده آيات بينات آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم يغذي قلبك بالإيمان حتى ترتقي إلى مصاف العليين سبحانه ربي ما أرأفه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يحميك الله عز وجل مما يحبط عملك يحميك من العجب يحميك من الرياء يحميك من إحباطها بسيئات السر وما كان الله ليوضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم يكذف في قلبك الخوف من أن تعصية يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يحميك ربي سبحانه وتعالى من الدنيا حتى لا تبعدك عن الأخرة فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم طعام والشراب ربي رؤوف ما يزال يرقيك ويرقيك حتى تبلغ أعلى المنازل وتنجو من خطوات الشيطان ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم تأمل شاهدا واقعيا هذه رأفة الله سبحانه وتعالى بنا كم رأف الله عز وجل بعباده الصالحين تأمل حال الصديق رضي الله تعالى عنه دله ربي سبحانه وتعالى أين ينفق ماله فأنفكه في عطق المسلمين فقال له ربه عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى أراد أن يقطع نفقة عن محتاج فحذره ربي عز وجل ونهى ولا يأتلئل الفضل منكم والسعى أي يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم دله ربي عز وجل على أعمال الخير كلها فإذا به في يوم واحد من أصبح منكم صائما قال أبو بكر أنا من تصدق اليوم منكم على مسكين قال أبو بكر أنا من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال صلى الله عليه وسلم مجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة يدخلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يدعى من أبوابها الثمانية اللهم إنا نسألك رحمتك ورأفتك الرؤوف إذا أراد أن يرؤف بحالك دلك على الخير وعصمك من الذنب فكيف نتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الرؤوف كيف نتعبد لله عز وجل باسمه الرؤوف ربنا سبحانه وتعالى الرؤوف هو الذي يهدينا ويبصرنا وإذا أردنا مزيدا من ذلك يقول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا اللَّهُ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم كلما اتقينا الله سبحانه وتعالى أكثر كلما عاملنا الله سبحانه وتعالى برأفته فبصرنا وهدانا وبيّن لنا سواء السبيل سبحانه وتعالى متى تستحضر اسم الله الرؤوف استحضر اسم الله سبحانه وتعالى الرؤوف والرؤوف الذي بلغ غاية الرحمة الذي بلغ غاية الرحمة وأرقها سبحانه وتعالى وأنت تقول الحمد لله كثيرا ثم تأمل كيف يكتبها ملك الحسنات كيف يكتبها ملك الحسنات راجع ملك الحسنات ربه عز وجل كيف يكتب هذه الكلمة التي قالها العبد فقال له ربي سبحانه وتعالى اكتبها قما قال عبدي الحمد لله كثيرا وفي رواية قال الله عز وجل وجبت له رحمتي كثيرا كما حمدني كثيرا من أراد أن الله عز وجل يعامله باسمه الرؤوف فليكثر من قوله الحمد لله كثيرا فما أعظم حاجتنا إلى رحمة الله عز وجل فاحرس في دعائك أن تتوسل لله عز وجل بأسماء الرحمة اللهم يا من رحمتك عمت كل شيء ووسعت كل حيء إلى هنا يا رحمان ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين أنت الرحمن بكل خلقك حفظتهم وأمنتهم وكفيتهم ورزقتهم فعمم علينا واسع رحمتك وجود علينا بعظيم إفضالك إلى هنا يا رحيم احفظنا من الذنوب وسوئاتها واسترنا من العيوب وسيئاتها واجعلنا من الراشدين إلى هنا يا رؤوف نحن المقصرون الفقراء نرجو رحمتك التي حفظت بها أوليائك ومن أنت بها على عبادك أنزل علينا رحمة من رحماتك ونفحة من نفحاتك لا نشقى بعدها أبدا يا من رحمتك وسعت كل شيء اجعلنا من الذين شمالتهم رحمتك يا من يستر العيب يا من يغفر الذنب يا من يقبل التوب يا من يغفر الحوب تولنا بكريم رحماتك يا رب العالمين وعظيم عفوك واغفر زلاتنا وارفع درجاتنا وعطيك رقابنا يا أرحم الراحمين يا رحيم السماوات والأراضين ومن فيهن أي شيء ذنوبنا كثرة عند كثير رحمتك عز وجل وأي شيء نستعظمه من المعصية عند لطيف برك لا نزال ندعوك بأسماء رحمتك يا رحمن يا رحيم يا رؤوف حتى تهدي قلوبنا وتغفر ذنوبنا وترضى عنا وتتولان مع أوليائك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وإنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوك والعصيان واجعلنا اللهم من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وإنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين وحرص في ذكرك أن تستحضر أسماء الرحمة ما أعظم أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأسماء الرحمة وما أعظم أن نذكره سبحانه وتعالى بأسماء الرحمة وللاستغفار طعم آخر إذا استغفرنا ونحن نستحضر أسماء رحمة الله عز وجل قلها بقلبك أستغفر الله الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء أستغفر الله الرحيم الذي يعصمه من كل شر أستغفر الله الرؤوف الذي يوفق لكل خير وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستغفر الله الرحيم